أعلنت الإدارة العامة للجمالك بدء الخطوات التنفيذية لتجهين مشروع المراقبة الشعاعية للمنافذ الجمركية والذي يقي البلاد من خطر تسرب المواد المحظورة وخلو البطائع منها المدير العام للجمالك المستشار جمال الجلاوي قال إن الهدف من المشروع هو حماية البلاد من خطر التداول غير المشروع للمواد الشعاعية والنووية بما يمكن المنافذ الجمركية من حضر تسريب هذه المواد الخطرة والاكتشاف المبكر لأي خطر شعاعية لافتن لأن إقامة هذا المشروع يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للإدارة العامة للجمالك لعام 2019-2020 موضحا أن مراكز المراقبة الشعاعية ستقام في كل موانئ الاشويخ والشعيبة والدوحة إلى جانب مركزي الانويصيب والسالبيث